شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نسألهم بكم في درس جديد من دورة تعلم قلب الإصدار الرابع إذن لحد الساعة نحن فقط هنا نتعامل مع تاسك واحد لا غير الآن مثلا وكان لدينا تاسك آخر وهذا التاسك يتميد على التاسك الأول مثلا مثلا لدينا التاسكين نقوم بإنشائهم حاديا إذن هنا سيكون لدينا تاسك وان وهنا فقط نعمل console.look تاسك وان وبدون أن نعمل أي تاسك مباسة ننادي على الدون بهذا الشكل ونقوم بإنشاء تاسك ثاني بهذا الشكل وهنا نقوم بعمل export له إذن module.export سيكون لدينا تاسك وان وسيكون لدينا تاسك تو إذن كما قلنا مثلا التاسك تو يعتمد على التاسك الأول إذن يجب أن نقوم بالانتهاء من التاسك الأول ثم نبدأ في التاسك الثاني سلوك الغلب افتراضيا لا يقوم بهذا الشكل هو يقوم بتنفيذهم معا يعملون كparallel بالتوازي يعني يتم تشغيل هذا التاسك وفي نفس الوقت يتم تشغيل هذا التاسك لكن نحن نريد أن يتم تشغيل هذا التاسك ثم يتم الانتهاء منه ثم نقوم بتشغيل هذا التاسك ومن ثم الانتهاء منه إذن هنا لكي نتحكم في هذا السلوك أو إذا أردنا هذا السلوك أننا نقوم بتشغيل هذا التاسك والانتهاء منه أولا ثم الانتقال إلى هذا التاسك سوف نحتاج إلى عمل import للسيريز API إذن نعمل import للسيريز وأيضا نعمل import للparallel API إذن هنا بهذا الشكل الآن أيضا لدينا شيء آخر في الغالب وهو الdefault task يمكننا أن نقوم بتحديد الغالب أو عفوا تاسك تلقائي فقط عندما أقوم بكتابة الغالب هنا في command line وضغط enter مثلا بهذا الشكل نلاحظون task never defined إذن نستطيع أن نقوم بتحديد task افتراضي بمجرد أننا نقوم بكتابة غالب فقط بدون تمرير أي اسم لتاسك معين سيتم تنفيذ هذا الdefault task إذن هنا نقوم بإنشاء أو بكتابة default طبعا يجب أن يكون اسم بهذا اسم التاسك بهذا أو هذا الكي عفوا يجب أن يكون اسمه default وهنا نقوم بتمرير التاسك الذي نريد أن نقوم بتنفيذه إذن هنا نحن سوف نستخدم السيريز API هنا سنقوم بتمرير التاسك وان وأيضا نقوم بتمرير التاسك تو إذن السيريز API يستقبل أكثر من تاسك بدون أي مشكل نستطيع أن نمرر أي عدد من التاسكات إذن هنا السيريز API سيتم تنفيذ التاسك الأول ويتم الانتهاء منه بعد ذلك يتم الانتقال إلى التاسك تو الآن هنا لو قمنا بعامل غالب مينس مينس تاسك إذن نلاحظ لدينا تاسك وان لدينا تاسك تو ولدينا الديفولت والديفولت يحتوي على السيريز والسيريز سيتم تنفيذها بهذا الشكل التاسك الأول يعني ثم التاسك الثاني إذن هنا لو قمنا بعمل تاسك غالب تاسك وان إذن نلاحظ هنا ستارتين تاسك وان فينشت تاسك وان إذن تم تنفيذ هذا التاسك هنا لدينا تاسك تو إذن ستارتين تاسك تو وفينشت تاسك تو إذن تم تنفيذها الآن هنا نستطيع أن نكتب غالب ثم ديفولت بهذا الشكل سنقوم بشرحنا هذا النتج أو يمكن أن نكتب نكتب مباشرة غالب وسيتم تنفيذ الديفولت تاسك إذن نعمل كليا بهذا الشكل نقوم باستخدام فقط القلب مباشرة سنلاحظ أنه سيتم تنفيذ الديفولت تاسك إذن نلاحظ هنا ستارتين ديفولت ثم هنا لدينا إذن الديفولت يحتوي بداخله على التاسك وان والتاسك تو إذن سيتم عمل ستارتين في التاسك وان إذن نلاحظ を ستارتين تاسك وان ثم لدينا فنشد تاسك وان ثم ستارتين تاسك تو إذن حتى تم عمل فنشد في التاسك وان بعد ذلك تم عمل ستارتين لتاسك تو ثم فنشد تاسك تو وفي النهاية سيكون لدينا فنشد ديفولت إذن نعيد من جديد لدينا الديفولت تاسك هذا سيتم تشغيله وطبعا هو يحتوي على task 1 و task 2 إذن سيتم عمل start 1 بعد ذلك سيتم الانتظار حتى يتم الانتهاء من task 1 إذن لدينا finish task 1 بعدها سيتم تشغيل task 2 وسيتم أيضا الانتظار حتى يتم الانتهاء من task 2 وبعدها سيكون لدينا انهاء ل default task إذن هذه هي series يعني نقوم بتحديد كيف ستشتغل هذه المهمات هنا لو نعكس الأرقام مثلا هنا task 2 وهنا سيكون لدينا task 1 نجرب ونرى المخرجات إذن نبدأ في default task إذن هنا starting task 2 ثم finished task 2 ثم لدينا starting task 1 وfinished task 1 إذن هذه هي series الآن لو نستخدم هنا الparallel نرى سلوك القلب كيف يقوم بتنفيذ هذه التاسك إذن هنا نلاحظ starting default وكما قلنا default يحتوي على task 1 وال task 2 هنا نلاحظ لدينا starting task 2 starting task 1 يعني هنا لم يتم الانتظار حتى يتم الانتهاء من task 2 وإنما مباشرة تم عمل start لتاسك 1 بعد ذلك لدينا finish task 2 وfinished task 1 وفي النهاية finish default إذن هنا نرجع الأرقام كما كانت 1 وانا 2 إذن نراجع من جديد إذن كما قلنا هنا الparallel وهو المود الافتراضي لالغلب أنه يستخدم الparallel يعني يتم تنفيذ الـ tasks جميعا في نفس الوقت إذن لدينا هنا starting default الـ default تحتوي على task 1 و task 2 إذن هنا starting task 1 وهنا starting task 2 بعد ذلك لدينا finish task 1 وهنا finish task 2 الآن هنا نكتب series لكي نلاحظ الفرق إذن نلاحظ هنا starting task 1 finish task 1 هنا تم الانتظار حتى تم الانتهاء من task 1 لكن هنا تم عمل starting task 1 وهنا starting task 2 إذن الـ series والparallel المهمة سوف نقوم باستخدامها لأنه أحيانا سنحتاج أننا نقوم بالانتظار حتى ينتيم انتهاء task معين لكي نقوم ببدء task 2 أو task جديد إذن كان هذا شرحنا للـ series والparallel في الإصدار الرابع من القلب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته